ريحة بتطلع من الأمعاء ما بتطلعش من الفم بمعنى إيه؟ بمعنى ريحة اللي في الفم نقدر من رواحها بأدونس بكراويا أشياء من اللي هي بتمتصر ريحة من الفم فالفم أمره سهل لكن الريحة القوية للأسف بتبقى من الأمعاء ده معناه أن الأمعاء ما بتنتصش التوم والبصر بشكل جيد فالموضوع ده ليه حلين مفيدين جداً ومهمين جداً أول شيء أنه نمضغ قويس التوم والبصر نمضغه 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 بحيث أنه هو يختفي بالفم ده رقم واحد رقم اتنين مايكروبيوم الأمعاء يعني ناخد بريبيوتكس كابسولات ناخد بريبيوتكس طبيعي اللي هو مثلاً زي لبن زبادي مثلاً اللموز كمان من الأشياء اللي بتطبط مايكروبيوم الأمعاء البطاطا البطاطا اللي هي البطاطس يعني بنسميها بالمصري إحنا كمان مفيدة جداً الستروبيريز الفريز بيضبط المايكروبيوم بشكل رائع جداً اللبن زبادي اتفقنا أنه هو بيرفع البكتيريا الصديقة الإنزيمات الجيدة في الأمعاء فبس الأمعاء تشتغل بشكل جيد إيه اللي بيحصل؟ بتمتص التوم والبصل بعد ما بنمضغه طبعاً كويس طلعاً شرط أساسين نمضغه كويس بتمتصه بشكل كامل فما بيطلعش ريحة زي الناس اللي عندها الأمتصاص غير جيد وغير كامل فده شيء مهم جداً ما تكلمتي من شوية إن إحنا نرفع البكتيريا الصديقة ونضبط مايكروبيوم الأمعاء في الحالة ديت لما بنأكل البصل والتوم نستفيد منه من غير الريحة أوكي؟ بس كل بساطة ونفس الشيء بالنسبة للعرق طبعاً إنه العرق كمان إذا الأمعاء ما بتنتصش الغيزة بشكل كامل وبشكل جيد إذا في بكتيريا ضرب الأمعاء كتير فده بيأثر على امتصاص الأمعاء للغيزة فطبعاً الأمعاء اللي بيكون لها رواقح أكيد بتطلع على ريحتها في العرق وبتطلع على ريحتها في النفس أكيد ترجمة نانسي قنقر